اليمن مجددا في مداولات مجلس الأمن هذه المرة على خلفية تقرير الأمم المتحدة حول منتهك حقوق الأطفال الصادر أوائل اكتوبر المنصرم والذي أدرج التحالف العربي في قائمة هؤلاء المنتهكين لا جديد ترأى على موقف الأمم المتحدة من وجود اسم التحالف ضمن القائمة الأممية السوداء لمنتهكية طفولة على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس أسمع التحالف كلاما مشجعا بتأكيده أن قوات التحالف العربي اتخذت تدابير جوهرية لحماية الأطفال خلال العمليات المعقدة التي تنفذها في اليمن مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلم دعا في كلمة له أمام جلسة الثلاثاء التي عقدها مجلس الأمن الدولي وتركزت حول موضوع الأطفال في الصراعات المسلحة دعا المنظمة الدولية إلى إعادة النظر في تقريرها الخاص بوضع الأطفال في اليمن السفير المعلم أكد أن التحالف يجري التحقيق في 13 حالة تتعلق بتعرض مدني لانتهاكات متهما في الآن ذاته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتجنيد الأطفال في حروبها واستخدامها الأطفال دروعا بشرية وتحويلها المناطق المأهولة بالسكان إلى ثكنات عسكرية القائمة السوداء لم تقتصر على التحالف العربي فقط بل ضمت أيضا الحكومة الشرعية والانقلابيين على نحو عمق من معاناة الأطفال في اليمن بعد أن وزعت الأمم المتحدة دماؤهم بين الأطراف المتصارعة بالتساوي انعقدت جلسة مجلس الأمن وانفضت دون نتيجة حاسمة فيما يخص وضع التحالف الذي لا يزال حتى اللحظة ضمن قائمة منتهكية طفولة أمر يلقي بظلال سوداء على مهمة التحالف ويراكم المواقف الدولية السلبية حيال هذه المهمة اللافت في مداولات مجلس الأمن هو أن الحكومة اليمنية غابت عن هذه المداولات بصفتها طرف معني متهم في أنمعا وفيما يبقى مغضوع الطفولة المنتهكة في اليمن سجالا بين الأطراف الخارجية يستمر سقوط ضحايا المدنيين من الأطفال وغيرهم مدمت الحرب قائمة دون أفق سياسي واضح